شركة كهرباء لبنان تحصن أسوارها والسبب كتاب وصل إلى إدارة الشركة من المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الخامس عشر من حزيران تطلب فيه إلى الشركة أخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي تظاهرات وأعمال شغل هكذا احترقت شركة أنال للكهرباء في تشيلي بعدما عمد عدد من المتظاهرين إلى إحراق مقرها احتجاجا على سياسة التقشف منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية وعلى الرغم من إغفال المطار وعدم توافد سياح إلى البلاد وإجراءات التقنين القاسية مستمرة في عدد كبير من المناطق اللبنانية إذ يصل في عدد من المناطق إلى 22 ساعة في اليوم التقنين لا يتطلب بالضرورة إدفاء أعمدة الإنارة صباحا بل إجراءات أمنية تحسبا لغضب الناس على ظلام بات يهددهم معلومات الجديد تشير إلى أن معامل إنتاج الكهرباء في الزوق والجي ودرعمار والزهراني دخلت جميعا في مرحلة الخطر نتيجة نفاذ مادة الفيول وقد تضطر إلى زيادة ساعات التقنين في محاولة لتمديد مدة التغذية ساعات تقنين إضافية تعني ساعات تغذية إضافية لمولدات تعاني نقصا في مادة المزود هلأ نحن حسب التقنين تبع الدولة عم تطفي الدولة تقنين بين 20 و 22 ساعة نحن عهو عم تدورهم وبيظل فقدان مدة لمزود ما فيه مزود بيقول لك فيه مزود مش مزود هذا الكلام اليوم مصفات ترابلوس مسكرة وبكرا مصفات الزهران مسكرة والشركات توصلنا معهم محدة بيعتلي المنطرات السوق الساودة 20 ألف بكرا بيساعد لك ياهب الطاقة على 11 ألف هايدي بالنسبة لأقلنا إذا شفينا نكمل قد ما فيه مزود هلأ اليوم عنا مشكلة بيطرابلوس شباب عم بيطفو ولو من إحنا إذا المطارات خصية تفضي إحنا حتكون مطاراتنا مطفية بدنا مزود مسألويتهم يقمنوننا مزود لنعطي كهرباء مبارح طلع وزير الطاقة قال للناس إنه عم بتكلف الكيلو واط 14 سنت على المزود بتكلف دوبل 14 سنت إستاذ أدم نضربوا إنه على الدولار 5000 اليوم عم تطلع الكيلو واط كل فتا 700 ليرة كل فتا بدون أرباح تبقوا أنت كيف هم تسعر لي بـ 330 ليرة كيف بدي كميل سنتين من قلهم بدنا جدول التسعيرة قلتونا لا تعرف كيف هم بتسعروا لنا رافضوا يعطونا يا لأخذنا مبارح عرار قضائي أخذنا عرار من القضاء بإلزامهم تسليمنا جدول التسعيرة هلأ رح نشوف وزارة الطاقة في حدا فوق الإنون ولا كلنا تحت الإنون نحن تحت الإنون تحت سقف الإنون زمان حلت بيروح بيشتروا العالم شمع نحن والعالم سنشتري جمع لأننا نحن نضوي من المطارات سنقضى على العتمة في انتظار فيول في عرض البحر ومزوت من المخازن حريم بنا أن نستعد لوسائل تعطي الإنارة اللازمة بأشكال تنبئ بالمستقبل الذي ينتظرنا أدام شمس الدين قناة الجديد